طيب قبل ما روح لفاصل عشان استعبال ضيف الجميل والكبير كابتن هسين الشحات عايز بس اقول انه منتخبنا الوطني عنده مباراتين همتين المباراة الاولى مع كاب فردي او راس الاخدر دي هتكون يوم 15 مباراة تانية مع بتسوانا يوم 19 وتم تقدمها الى الساعة 5 بدلا من الساعة 9 عشان تكافؤ الفرص لانه المباراة تانية هتقام في نفس التوقيت النهاردة لعبت النادي الاهلي ما كانوش موجودين المفروض بس انا شايف مش دمر وانا اعطيه ولا انا مش واخد بالي ولا ايه انا عارف انه لعبت النادي الاهلي رحيم بكرة التدريب في المنتخب الوطني طبقا للاجندة اللي تدريب قديم لان فيه افشا وكده ده مش تدريب النهاردة اه لا لا ده فيه منعم وفيه الناس لا ده تدريب قديم يعني فده ارشيفي فاللي تم زي ما بقول لحضراتكو كده انه لعبت النادي الاهلي حينتظموا مع بداية الاجندة الدولية اللي هي من بكرة ان شاء الله الفرصة اللي انا قلت عليها في العنوين هي انه اه 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 يعني عندنا لعيبة كابتن حسام الحسن اه حسام حسن حقيقة اه كالعادة دايما بيفجئنا باسماء جديدة فاسماء جديدة اه فيه طاهر وفيه اه زلاكة وفيه حسام عبد المجيد هقول لكم الشناوي ومصطفى شبير والمهدي سليمان وعواد وبكهم احمد رمضان بكهم وحسام عبد المجيد حمدي فاتحي ومحمد ربيعة سموحها دلعيب كويس حمد حمدي وكوكا واحمد عيد ومحمد شحاتة محمود صابر وعمر كمال وماروان عطية واتريزيجيه ودونجة او محمود حسن تريزيجيه ونبيل عماد دونجة ونصر ماهر مصطفى فاتحي وطاهر طاهر وعمر مرموش ابراهيم عادل ومحمود زلاكة ومصطفى محمد واسامة فصل نتمنى لهم جميع التوفيق ونتمنى ان شاء الله انه كابتن حسام حسن زي ما بيفجئنا دايما بلعبة جدد احمد عيد فجئنا به محمد شحاتة فجئنا به محمود صابر فجئنا به انا بحي حسام عبد المجيد الحياة فرض نفسه على الجميع وبقى في المنتخب طار محمد طار عادة للمنتخب من اوسع الابواب بجديته وبتقلقه وبنجاحه محمد ربيع انضمامه للمنتخب زلاكة الحقيقة يستحقه الاخر انضمام للمنتخب كلنا مساندة للمنتخب الوطني كلنا مساندة للجهاز الفني بقيادة كابتن حسام حسن ونتمنى لهم يا رب كل توفيق وكل نجاح